يلا اوكي هاي كيف كون اليوم؟ يعني من وقت للتاني بتشوفوني طلعت عليكم هيك فشأة على دنيتي بس انا بقلكم ما تسسوا تعملي سبسكرايب على مايتشانل لانه هناك فيديوز كتير مهضومين انت اكيد بتحبوهن راح نحكي اليوم المرة عن النجوم اللي احنا منحبهن كيف بلشوا صغار؟ في كتير نجوم من هن وصغار كانوا نجمهم ساطع كانت العالم تعرف فيهم بتقول يعني شو هالمخلوق او شو قوي واول ما نقول نجوهم هن وصغار نتذكر جوج وصوف سلطان الطربي اللي من هو صغير لعالم حكيت فيه وقالوا شو هالصوت وشو هالموهبة هو خلقين قبل 161 1875 كان بزحلة عم بيعمل حفلة يعني كان عمره 61-71-10-4 تقريبا 14 سنة تخيلوا الوصوف ان هو صغير على الستيج قدامه في عالم عم بيحضروا ما مروا حبيبي حبيبي قالوا حبيبي كان بحي ما مروا هجرني وطول علي لغي كمان تعالوا اليوم نتذكر ونشوف موهبة معيني شراف كان عمره 12 سنة يا جماعة لما طل ببرنامج ليالي لبنان وغنى لوضيع الصوفة للراحل الكبير غنانه رح حلفك بالغصن يا عصفور تخيلوا هو فنان كبير هلأ بأيامنا هلأ ما بيعرف يجيب الغنية وبينشز فيها وبيظهر عن طبقة ستين مرة معيني شراف هو صغير كان عمره 12 شوفوا كيف غنى موسيقى وكتار الفنانين يلي بني شو هنو صغار بس هالأدب هالعمر أكيد ما كان في كتير لكن بالممثلين لكن بالممثلين كانوا كتار كتار من الممثلين يلي هن اليوم نعرفهم بالنجوم بالنجوم التمثيل كانوا يبنينوا هنو صغار يأخذوا دار أطفال بايبي بايبي الزياني مع الكبار الأهم بأكيد الجيل القديم وانعرفوا بهالمجال عرفتوا كيف وهلأ صاروا كبار يمكن بيحضروا حالهم والعالم ما بتعرف اه انه هيدا هو اه هيدا هو انه هلأ افتد هدا الممثل هدا هو كان هو صغير وقعن بعرفهم بس مش عارف انه هدا هو تعالوا تذكروا اياكم اليوم كان ممثل مصري اكتريتهم كانوا مصريح تذكرون اليوم وتشوفوا كيف كانوا بأي افلام وكيف انه هلأ صاروا لأيكم معي بالأول محمد عاد الإمام يلي كان اول ظهور لقيله مع بايو بحضن بايو وحامله بفيلم حنا في القبه كان عمره وقته ست سنين لأيكم بنته لانور الشريف يلي بيانت معه بفيلم الحكم آخر الجلسة كما هي كان عمره وقته أربعة سنين تدخيلوا هيدا هي مي ما عرفت ذا كتير مغيرة او شوية لأيكم لبلوبة لبلوبة بعدها مثل ما هي انا بقول دي غريب نتعرف عليها اول فيلم لقيلة كانت بحبيبتي سوسو بيانت فيه تخيلوا كان الفيلم كان بوقت سنة 1951 كان عمره ست سنين بشرفكم بتقولوا هيدا هيدا هو خالد ابو النجا هون بيان بفيلم جنون الحب كان عمره 12 سنة لأيكم كريم عبدالعزيز كمان كان بفيلم المشبوه انا ما بقول انه هيدا كريم انا حاضر فيلم المشبوه لعاد الإمام بس ما كنتعرف انه هيدا هو كريم عبدالعزيز اليوم لأيكم هيدا شامس ليم مثل ما هو كوبي بيست كان هيدا بفيلم امبراطورية ميم فاتن حمامة بيانت اول مرة بفيلم يوم سعيد كان عمره سبع سنين لأيكم الدنيا سامر غانم مهضوم الدنيا سامر غانم كان عمره هون تقريبا عشر سنين فرقته شوية هون الشريهان يلي زهرت اول مرة بمسلسل المعجزة واذا بنا نحكي شوية عن نجوم الاجنب يعني نجوم الغرب انا بتذكر صراحة بول ووكر يلي صوره مش من زمان العالم صارت تتنقله ويقولوا هذا بول ووكر هو صغير يلي بلش يصور دعيات بعدين قتل عمره انكيش 12 سنة بعدين بس كبر صار يقدم برامج تلفزيونية يعني بالنتجة انا بقول الشهرة يلي اكتسبوها النجوم اليوم هي موقتها اطلالتهم الاولى من هن وصغار وقدي حملت معهم الاطلالات الباقية يعني والمسلسلات اللي عملوها خبرة وقوتهم اكتر اللي صاروا هل قد بارعين ومعروفين بالصف الاول رح انهي انا وياكم الحلقة ونشوف سوا صورة العاص الحلاني يلي انتشرت وهي كانت كفر الابوم لمهر الزينة شوفوا معي هادي الصورة العاصي وركزوا معي على الشوارب شوفوا القميسكي فتحها وشعرات صدره شوفوا السلسال الفضة اللي حاطوا برقبته شوفوا بالنسبة للسنتور اللقشاط اللي حاطوا لايكل البنطالون الوين واصل يمكن الى تحت الباط بس مافهمت شو ستيل المعرق هالقميس المعرقية اللي لابسه واهضم شي واكتر سؤال اللي فاتت لنظره هو الكواكب الموجودة وراه شو وضعه شي طبيعي انه الايام اختلفت من زمان لهلق احنا مشيين هون تعملت مصخر او ما بعرف نحكي عن هالقصص بس انا بديقول انه وكتر خلق الله وصلنا لهالوقت المتقدم لصار الانسان والفنين يطلع بصورة كتير حلوة وكتير زابطة ومتناسقة معه لا راح قلكن ما تنسوا تعملوا الاسبكرايب على مويتشانيل على يوتيوب حتى كمان فيكم تعملوا الافولو على انستجرام وعلى فيسبوك تشاو معقول الغرام ما تخليني نام ما تصيري بنحالي ما تصيري بنياد موسيقى